اشتركوا في القناة فخامته للمملكة لحضور المؤتمر السنوي التاسع عشر للعمل المصرفي الإسلامي الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أي وفي والبنك الإسلامي للتنمية رحب صاحب الجلالة خلال اللقاء بفخامة رئيس جمهورية تاترستان وبمشاركته في هذا المؤتمر المهم متمنيا للمشاركين فيه كل التوفيق في خدمة العمل المصرفي الإسلامي منوها بدول المصارف والبنوك الإسلامية وإسهاماتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية كما استعرض جلالته مع فخامته تطور العلاقات الثنائية والوثيقة وأوجه التعاون المشترك بين البلدين وفرص تنميتها إلى أفاق أرحب مشيدا حفظه الله بمستوى التقدم الرفيع الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات الحيوية التي تعزز المصالح المتبادلة ومؤكدا اهتمام المملكة بتنمية علاقاتها مع جمهورية تاترستان واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز تعاونهما المشترك من جهته أعرب فخامة رئيس جمهورية تاترستان عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم في طه الله ورعا على كلم الضيافة وحسن الاستقبال ومثمنا حرص جلالته الدائم على تعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة